السلام عليكم تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء الخميس من توقيف طبيب تعمل بأحد المستشفيات العمومية للاشتباه في تورطها في إصدار وثيقة رسمية تتضمن معطيات وهمية وطلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة للقيام بعمل من أعمال وظيفتها مصالح الشرطة بالدار البيضاء كانت قد فتحت تحت إشراف النيابة العامة المختصة بحثا قضائيا على خلفية بلاغ تقدم به الضحية ينسب فيه إلى الطبيبة الموقوفة تعريضه للابتزاز وطلب رشوة قدرها سبعة آلاف درهم مقابل منحه شهادتين طبيتين تتضمنان مدة وهمية للعجز البدني وأضافت المصادر ذاتها أن التحريات المنجزة في إطار هذا البحث أسفرت عن توقيف الطبيبة المشتبه فيها في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي على سبيل الرشوة من قبل الضحية كما مكنت عملية الضبط من حجز شهادتين طبيتين تتضمنان معطيات يشتبه في كونها وهمية يشار إلى أنه تم الاحتفاظ بالطبيبة المشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية إلى هنا ينتهي خبر اليوم شكرا للمشاهدة ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد مع السلامة